السلام عليكم ورحمة الله ورحمة متتبعين لقناة فيزا غالي دائما مع الجديد والتدابر الجديدة سننذير معكم اليوم واحد تدابر اللي هي رائعة وغيرت نفعكم في المطبخ ديالكم وفي الحياة اليومية ديالكم فابقوا معايا حتى الاخر الفيديو وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاحباب والعائلة اللي عجبكم اكيد ونتمنى لكم ان شاء الله فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله سنبدأ معكم اول تدبيره في هذا الفيديو هذا بالنسبة للكوكوت ديالنا كيفما كتعرفوه في المطبخ المغربي او في المطابخ بصفة عامة كتكون هي اللي كتخدم بزاف بزاف في الطبخ والطه دائما كتلقوا معها مشاكل هي كتير ومتعددة ايضا متنوعة فاليوم غادي ان شاء الله نشارك معاكم المشكل ديال جلدة ديال كوكوت غالب الاحيان اولا كينة واحد نوعية كنطيبوا بها وكتطح لنا تديك الجلدة يعني كتعدبنا بزاف فكتكون جلدة اما تجمعات اما جودة اللي ما مزياناش فغادي نشارك معاكم واحد تدبيره اللي دائما غادي تخلي جلدة ديالكم شدة لكم وكتحيش دائما كنوضعوها في المجمد اي جلدة ديال كوكوت تكطح لكم بلاستها فما عليكم الا ترده وديروها التدبيره هادي تخليوها في الكوكوت قريبا هاكا واحد نصف ساعة ولا راها كتخرجوها كتولي قابطة في هاداك المكان ديالها ما كتطحش وكتولي ايضا يعني كما قدت لكم شادة مزيان وكتولي وكتعودوا هاد الطريقة هادي كل ما حسيتوا بها انها كتنزل يعني لادرنا في المجمد واحد المدة اخدمنا بها مزيان وعودوا هلا سكطح من بعد واحد اسبوع الا نعودو هاد للعملية هادي راه مفيدة لجلدة ديال الكوكوت اتمنى ان شاء الله تفيدكم هات التدبير هادي وندزوه التدبيره الموالية هنا غاد يناخذ واحد الكيميات ديال الماء باش نغليه بالنسبة لات تدبيره هادي اولا هاد اه الفكرة اللي غاد نشارك معكم طريقة باش نغسل هذوك الطرشون اولادوك مناديل ديال المطبخ لي كان نحبهم البوتاجي اولا كان نحبهم هكا الاشياء اللي كانتكون عليها دياله نوصافي في المطبخ سوف نأخذ طرش سوف نأخذ طرش سوف نأخذ أي نوعية صابون غالبا أحيانا نستعمل هذا في اللون الورد هذا بالرائحة الورد لكي يضعون رائحة زوينة كيف لا يمكن أن تستعملوا الخزامة التي كنت فيها شاركتوا معكم يضعون رائحة زوينة في المناديل كيف لا تعرفوا هذا الطرشن يكون هناك رائحة المطبخ مهم رائحة مزعجة سوف نأخذ كمية الحمض من الأحسن لا يمكن أن تستعملوا الحمض لكي يعطوني الرائحة أولا يتعقموا بالخل ثانيا يجعلوا رائحة بحل الحمض ونضع عليهم الماغليان نتمنى إن شاء الله هذه الطريقة الزيوفة المطبخ تستعملوا كل ليلة تستعملوا الروبيني الماء شي حاجة لكي تكون عليها فكي يكونوا فيهم عدد كبير الأوساخ وميكروبات بها الطريقة كي تنظفوا أيضا كي تعقموا هنا مبعد مسالتهم ضروري مني واحد نقطة تعطير بأي حاجة بغيتوا بما أنهم ديال المسيح كما قلت لكم ماشي خاصين بالأكل فقد ندير هذا المعطر هذا اللي هو رائع رائع بسفة البنات هذا اللي لقيتو خودوه هذا رهدير بحل الشكل ديال ذا قوتا قوتا ولكن هذا مجهد عليك نقطة حتى في الماء لأي حاجة بغيتوا تعطروها كي تعطوكم واحدة رائحة ما حدها ما حد ذاك لما خليتوه في أي بلاصة درتوه والرائحة حاطرة عطرة بزاة كتطلع يعني نقيطة تقريبا في واحد الغراف ولا واحد نسيطروا دلماء ولا يطروا فيها غلاقة صغيرة كتعطوكم واحد المعطر لهو رائع فقد نديروا لهذا المناد لهذا صافي وقد ننشرهم كما قلت لكم يستحسن هذا العملية ديال هاد المنادي لهذا تديرواها في الليل ليس بغاوت نعسوا باش صباح تلقاوهم واجدين صافي هانتم ماشتوا الطريقة باش عقنتهم وانضفتهم طريقة سهلة سهلة بززاف ما كندروا لا جاذين لتا حاجة كيم ما كانت الأوسخ والبقاع ندرتم فاد الكريسي هذا لأنه خليتهم غير في الكوزينة هنا الصباح تلقاوهم ناشفين بلا ما نخرجهم لا السطح ولا يعني الحبلها كنشروهم فكندروا في شي حاجة اللي هي قريبة لأنهم كما قلت لكم سهلين انشفوا نتمنى ان شاء الله هاد الفكرة هادي اولا هات التدبيرات نفعكم ودروها على المنادي اللي عندكم في المطبخ ويبقوا دائما دائما في حلة جديدة هنا غادي اندوزوا بالنسبة لهات التدبيرة هادي ديال الابزار اولا العطرية بصفة عامة فهذا الوقت ديال البرد كتكون فيها الرطوبة وكيوليهم فيها كويرتها كتتكور لنا العطرية ديالنا فغادي انتو ما شوى دارها الابزار كيبقى كما قلت لكم ويبقى مدة طويلة مع البخار ديال الكوزينا والجو بارد راكد ديال ذوك الكويرت انه فيها الرطوبة فالحل دائما باش الاعطرية ديالكم ما تدخليكمش لها الرطوبة هو واحد الحبيبات ديال الملح قليل فقط ونحاول نخلطهم حال هكا وغادي ندرو دائما الملح ما كانت اضطرش على العطرية ديالنا فنحاول نستعملوها بهذا الطريقة هادي تمنى ايضا هاد الفكرة اتعجبكم وتكونوا استفتوا منها ودروها ايضا ايضا واندوزوا الفكرة الموالية هنا عندي واحدة الكيمياء ديال البيض يعني لابغدنا ندرو شي وصفه هكا وكا نحتاجو اننا نعزلو الصفر على البيض فغادي نشارك معاكم الطريقة اللي هي سهلة و بسيطة كان بزاف ديال الطرق وفيتلي اشاركت معاكم لبعض منها في كتير من الفيديوهات واليوم غادي نشارك معاكم هالطريقة هادي ديال الصفايا اللي كان خوي البيضة فهدا هاد المغرفة هاد الاتصفايا هادي وراه كينزل ذاك البيض يعني بسهول وكيبقى الصفر ديالكم صحيح ما كيوقع ليهتا حاجة ايلا بغدوا تديرو شي وصفه هكا اللي كتفرقو البيض على الاسفر اولا كتستعملو الاسفر بوحدو اولا البيض المهم كيبقاليك بوما شنو بغدوا تديرو بهذا الوصفا فهدي هي الطريقة كنا نديروها في هذا الصفايا هذا وكينزل بهذا الشكل هذا فكنقا كنستمر على هالطريقة هادي والبناتها دارها البيض البلدي دائما كيكون لها سقه ورا ماشي بحال البيض الرومي اما لا استعملته البيض الرومي را كينزل بسرعة بسرعة يعني بما كتحتاجوش قاعد تحركوه ولا تسنوها شوية فانتمنى ان شاء الله تكون حتى هاد الفكرة هادي مفيدة لكم باش تفرقو البيض مع مع الاسفر بهذا الصفايا اولا هاد المغرفة العجيبة هادي اندوزو ان شاء الله التدبيره الموالية كيس الحمام المغربي معروف الذي نشريه المشكلة هو انه الذي نستعملوه اول مرة يجمع لنا ويقوله صغير فالحل اللي سوف نعطيه لكم اليوم ناخده كيس جديد ونوضعه ثلاثة ديال الساعات او الاربعة كيف ما يمكن تحطوه ليلة كاملة في المجمد طروري نحطوه في المجمد هكا باش يبقى معنا مدة طويلة وما يصغرش وما يتكمش وما يقوله من بعد ما خرجتم المجمد سوف يقدره في الماء عادي بارد او لسخون رغم ما كيتغيرش ما كيتكمش ما كيتجمعش في الحجم دياله لان المشكلة اللي عندنا كنشروه هو واحد المقس اللي هو كبير وما كنحطوه في الماء كيتجمع كيولي المقس دياله صغير ما كتبغيش ليدة ديالنا الدخول فبهالطريقة هذي كيبقى الكيس ديالكم عندكم مدة طويلة وكيكون دكتوب دياله حرش باش كيساعدنا على الحك ديال الجسم او الغسيل وكيبقى في الحجم دياله الاصلي دياله في المجمد واحد ثلاثة ساعات او ليلة كاملة او لك يمكن تحطوه اي مده بغيته في المجمد ونتمنى دائما يعجبوكم هذا التدابير تلقوا فيهم ولو تدبيره تكون فادتكم او لا واقفين عليها وجربتوها تمنى ان شاء الله تنجح معكم وكتبوا لي في تعالي التدابير اللي كيعجبوكم ايضا الوصفات اللي كتبغيو او الاشياء اللي كتبغيو بحلقة في القناة وان شاء الله غدين طبقها لكم وصلنا لنهاية الفيديو الى اللقاء